وينضم معنا في السوديو رئيس تحليل موقع اليمن الأستاذ محمد مهدي أهلا بكم أستاذ محمد أهلا ومرحبا بكم بداية أستاذ محمد اليوم صنعات تنفض خبثها بجهد الشرفاء من حزب المؤتمر الشعبي وكذلك من القبائل ما هي دلالات هذه الأحداث التي حصلت اليوم في العاصمة الصنعات بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم أولا في الإخبار تغطيت مثل هذا الحدث الهام وهذا اليوم التاريخي حقيقة نحن أمام حدث مفصلي ينقلنا من مرحلة مضى عليها قرابة الثلاثة أعوام إلى مرحلة يديدة من الصراع خاصة أنه أهم الأحزاب اليمنية حزب المؤتمر الشعبي العام بتياره الإنكلابي حاول استعادة البوصلة الحقيقية والعودة إلى المشروع الحقيقي وهو المشروع العربي بشكل عام نحن أمام خطوة تاريخية في قضية ضرب جماعة الحوثي الإرهابية التي استهدفت الجميع لم تستثني المؤسسات الأمنية ولم تستثني القبائل اليمنية ولم تستثني لا صحفيين ولا إعلاميين ولا كل أطياف الشعب اليمني جاءت الآن طال الآن الإرهاب الحوثي حتى حزب المؤتمر الشعبي العام الشريك الأساسي له خلال الثلاث سنوات السابقة مما أدى أيضا لانتفاض حزب المؤتمر والشرفاء المؤتمر والقبائل بشكل عام في اليمن التي تتبع علي عبدالله صالح انتفضت ضد جماعة الحوثي هذا يعطينا دلالة واضحة بأن أولا عرفنا الحجم العسكري أولا للحوثيين الذين انهاروا في كثير من مناطق صنعاء طبعا صنعاء لم يتم السيطرة عليها كما يروج البعض وإنما أجزاء من صنعاء تم السيطرة عليها بعض المؤسسات الأمنية أجزاء من الدولة العميقة التي كانت تدين بالولاء لحزب المؤتمر الشعبي العام كلها الآن ضد مشروع الإرهاب الحوثي طبعا هذه محصلة طبيعية أستاذ الكريم لما جرى من إرهاب خلال الثلاث سنوات السابقة وما قبلها من إرهاب في صعدة وما قبلها نحن لا بد أن نتحدث عن جذور المشكلة بأنها مشكلة كانت في صعدة تم السيطرة عليها سكت اليمنيون عن السيطرة على صعدة فطال الإرهاب كل المناطق اليمنية للأسف نحن لا بد أن نسترجع ما جرى من أخطاء خلال الفترة السابقة لعلاج هذه الأخطاء لتطهير اليمن من هذا المشروع الذي لا تربطه باليمن لا ثقافة ولا حضارة وإنما مرتبط بمشروع إيران للأسف سيد محمد صنعاء نحن نعرف أنها العاصمة ولكن حتى يفهم المشاهد الكريم ماذا تعني حينما تبدأ هذه الثورة فيها هل هي الآن أصبحت أو كانت مقر الحوثي أو مقر قيادته إذا ذهبت صنعاء ذهب الحوثي طبعا ليس بهذا المستوى إذا ذهبت صنعاء ذهب الحوثي حقيقة أن المقر الأساسي لجماعة الحوثي هو منطلقها منطقة صعدة تحديدا لكن كان الحوثي قد تقوى وأصبح يطمح إلى ما أبعد من صنعاء وغير صنعاء بل كان وصلت به الحماقة إلى أن يستهدف حدود المملكة العربية السعودية بحالة التبجح التي وصل إليها في صنعاء تحديدا فأعتقد أن خطوة تحرير صنعاء ستنهي ما يمثل نسبة يعني 70% من قوة الحوثي إذا تم السيطرة على صنعاء تبقى معنا بعض المناطق شمال الشمال تحديدا أجزاء من عمران عمران ليست كلها مع الحوثي ربما 70% من عمران ضد الحوثي ثم تأتي صعدة وهي المنطقة الأخطر بالنسبة للحوثي لأنه اشتغل عليها على مدى حوالي 15 عاما من التلغيم والسيطرة هو مسيطر عليها حتى في أيام أجزاء من أيام علي عبدالله صالح ثم الحكومة وغيرها فنحن نتحدث عن مشروع التحرير صنعاء الذي سيحقق مستوى كبير من ضرب هذا المشروع وهو مقدمة لإنهاء مشروع يعني استهدف كل مقدرات اليمن للأسف كل مؤسساته يعني اليوم نحن أمام استعادة لهيبة القبيلة اليمنية التي أهينت من قبل جماعة الحوثي استعادة لهيبة المؤسسات الأمنية والعسكرية التي أهانها الحوثي وهذا يعني يجعلنا أمام دعوة ونحن نخاطب نحن الآن قيادة الحرس الجمهوري أنفسهم نقول لهم هذه الفرصة التاريخية بالنسبة لكم لاستعادة هيبتكم بعدما يعني أهان البزة العسكرية وأهان المشروع العسكري بشكل عام في اليمن وكل خلافاتنا نحن نتحدث عن الأطراف يعني نحن نتحدث باسم شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي الآن البيان الرئاسي الذي صدر يؤيد البيان الرئاسي الذي صدر قبل لحظات قبل دقيقتين من حضوري إلى هذا الاستوديو يؤيد هذه الخطوات أيضا الحكومة اليمنية أعلنت موقفا مؤيدا لخطوات تطهير صنعاء من الحوثيين أيضا البيان التحالف العربي الذي أعلن ثقته بالمؤتمر الشعبي العام بأنه سيحقق جزء من هذا الهدف فكل هذه الخطوات وكل هذا التأييد نحن أمام تأييد داخلي بالنسبة لألي عبدالله صالح وأصحابه وأيضا تأييد دولي على مستوى التحالف وعلى مستوى أيضا الحكومة الشرعية فهي فرصة للحرس الجمهوري وفرصة للقبائل اليمنية لأن تحقق الهدف الذي انتظره اليمنين منذ ثلاثة أعوام الأستاذ محمد مهدي رئيس سحري الموقع اليمن كنت معنا في السدوة شكرا جزيلا لك